تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات 113 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط 97 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز والشعير الأرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 111 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر